السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الثاني Circuit Elements ونتعرض في هذا الفيديو إلى الجزء السادس Simple Resistive Circuits وسنتعرض في خلال هذا الجزء إلى كيفية تجميع المقاومات الكهربائية بالتوالي Parallel Resistors فنلاحظ في هذه الدارة الكهربائية أنه عندي مقاوم كهربائي R1 مع مقاوم كهربائي R2 ولاحظ أنه التيار الكهربائي الذي خرج من مصدر الجوت تفرع بما أنه عندي هنا نوت فتفرع هذا التيار إلى قيمة اسمه R1 في المقاوم الأول وقيمة أخرى للتيار الكهربائي R2 في المقاوم الثاني وألاحظ أنه المقاوم R1 والـ R2 لهم نفس الجوت من هذا المصدر فبما أن الطيار الكهربائي تفرع على البرانش الأولى والثانية ونفس الجوت هو نفسه في المقاوم الأول وفي المقاوم الثاني فأقول أنه المقاوم R1 والـ R2 are in parallel يعني المقاوم الأول والثاني بالتوالي كيف الآن أستطيع تعويض R1 والـ R2 بمقاوم واحد يقع تشبيكه مع مصدر الجهد وطبق قانون الأول قلنا أنه عندي نفس the same voltage في الـ R1 والـ R2 فتكون الـ V هي هنا I1 ضرب R1 هي نفسها تساوي I2 ضرب R2 يعني I1 هي V على R1 ثم أخرج من هنا كذلك أنه I2 تساوي هي V على R2 ثم أطبق قانون KCL في النود A يعني أنه التيار الكعربائي الداخل إلى النود يساوي التيار الكعربائي الخارج من النود وهما I1 والـ I2 وأعوذهم بالقيمة المستخرجة من قانون الأوم فأجد أنه I تساوي V ضرب 1 على R1 زايد 1 على R2 بما أنه 1 على R1 هي مقاومة وهذه هي مقاومة كذلك فأستطيع تعويض 1 على R1 زايد 1 على R2 بكذلك مقاوم قيمته 1 على R وبالتالي أستطيع تعويض كل من المقاوم الأول والمقاوم الثاني بمقاوم بعد توحيد المقامات في هذه المعادلة فثم أقوم بالمقلوب فأتحصل على أنه R-Equivalent ليست إلا هي الضرب على المجموعة يعني في حال عندي مقاوم ومقاوم آخر Parallel R1 و R2 فأنه المقاومة الجملية هي R1 ضرب R2 على R1 زايد R2 أما ننتبه لهذا لأن هذه المعادلة ليست لا أستطيع تطبيقها إلا في two parallel resistors أما إن كان عندي ثلاث مقاومات أكثر يعني من اثنان أو أربع أو خمس فهنا قيمة R-Equivalent أطبق القانون الأول وهو أنه 1 على R-Equivalent أجمع المقلوب 1 يعني على R1 مع 1 على R2 مع 1 على R3 فتكون هذه هي قيمة R-Equivalent في ثلاث مقاومات أو أكثر أكثر نطبق هذا على دارة كهربائية مطلوب مني استخراج R-Equivalent لهذه الدارة الكهربائية بين النقطة النقطة مثلا A والنقطة B ألاحظ ألاحظ أولا أن المقاومة 1 أوم 1 أوم و5 أوم هم بالتسلسل series قيمة قيمتهم هي الجمع فتكون 5 زايد 1 6 هنا عندي المقاومة 3 أوم و6 أوم واضح جدا من خلال الرسمة أنهم بالتوالي فتكون المقاومة الجملية في حالة مقاومان هي الضرب على المجموعة يعني 3 ضارب 6 على 3 زايد 6 فتكون القيمة 2 أوم الآن كيف ستحول إلى الرسمة B عندي 2 أوم و2 أوم series فتكون هذه القيمة الجملية 4 هذه 4 أوم مع 6 أوم parallel فتكون المقاومة الجملية هي الضرب على المجموع لأتحصل على قيمة تساوي 2.4 أوم وتكون المقاومة الجملية لهذا السوركت الأول بين النقطة A والنقطة B واضح جدا هي مجموع المقاوم 4 زايد 2.4 زايد 8 أوم لأنهم كلهم series يعني يمر فيهم نفس التيار الكهربائي تساوي